طيب كابتن محمد يوسف طبعا قاد هذه المباراة من المدرجات مدير الفنين لسموحة وايضا في المباراة السابقة ايضا خرج الى المدرجات نشوف ال ايه بعد المباراة نهاردة لكن نهاردة قدت اداء تكتيكي امام طريق مصر المكسر ولكن باخطاء خطأ من حرس المرمى تلقيت هدف وايضا هدف اخر ما قدرتش في اخر تلت ساعة ان انت عملت هجوم ضغط ولكن مصر مكسر لعب بفريب الواحد وبدأ ينطلق في دفاعات نادي سموحة تقولي عن المباراة وهل انت راضي عن اداء لعبك نيوه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا حزين طبعا للنتيجة يعني كن خسرت التلاتة بنتلو والتاني مباراة على التوالي اللي انا عايز اقوله طبعا ايه دي كورة القدم لابد انك تتحمل اخطاء اللاعبين اخطاء طبعا غير وردة او يعني نادرة في كورة القدم اللي بيحدث ده لكن انا عايز اقوله كاداء الشوت التاني انا شايف ان احنا قدرنا نرجع خلي بالك مش سهل مش سهل انك بتلعب على ملعب الخصم وتاخد هدف بالشكل ده في اول تلت ساعة اكيد اثر على معنوات لعبتنا وفي نفس الوقت كمان الهدف التاني قبل النهاية بدقائق معدودة قبل نهاية الشوت الاول بدقائق معدودة يفرق جدا لو خرجت واحد سوف تقدر تلعود للمباراة لكن طبعا الهدف من فاول لنا فاول ضربة حرة مباشرة لنا المرتدة بالشكل ده فطبعا كلها حاجات انا شايف انها غريبة شوية في كورة القدم لكن انا هتكلم على عيبتي في نفس الوقت الشوت التاني قدينا جلنا اكتر من فرصة كنا ممكن نستثمرها كرة بتاعت حسان باولو كذا كرة لخالد امر محمود السيد الانفراض اللي دخل بي يعني حقيقة دي كورة القدم لابد انك تتقبلها على الوجهين زي ما بنقول لكن انا عايز اقول ان هنعالج الاخطاء دي ده رقم واحد رقم اثنين لنا ما فيش اي مكان للعب مقصر اللعب اللي هو مش هيركز ومش هيددي عشرة في المية مش عشرة في المية وعشرين في المية من مستوى اكيد هيبقى مكانه بره الفرق كبن يوسف الادارة تعقدت مع لعب على اعلى مستوى جابت جهاز فني على اعلى مستوى بكادت حضرتك هل هناك ضغط من الادارة على اللعبين والجهاز الفني بسبب الاداء ده لا لا ما فيش ضغط ولا حاجة مقصر فرج عامر ومجلس ادارة كله بيدعمنا لكن بيطالب بنتايج ما هو خلي بالك برضو هو ما فيش ضغط ولا حاجة لكن في نفس الوقت لما بيكون عاملين فرقة زي ديه وبعدين نبص ان لا يعني عارف الاهداف اللي بتخش ولا كده حاجات يعني اخطاء فردية لا تخرج عن كون ان هي اخطاء فردية وبالتالي طبعا لابد ان احنا نتعامل معها اكيد يعني ليها علاج يعني فطبعا ده ده دوري وده اللي انا هشتغل عليه الفترة الجاية كم تناصر هل وصلك الكلام ان ادارة نادي سموحة يبحث عن مدير فني جديد في ظل الاخفاقات المتدادة يعني ماتشين وارا بعد اخفاقات لكابتن محمد يوسي يعني انا عايز اقول لك على حاجة انت النهاردة بتتكلم نادي سموحة لما انت بتقولي بيدار انا لقبت تلات اسابيع كسبت المحلة وخسرت ماتشين احنا لسه في تلات اسبوع نادي الاهلي السنة الفاتي تخسر اربعة من الاتحاد نادي الاهلي السنة الفاتي تخسر اربعة من نادي الاتحاد وما اقلش مدرب والحاجة بس انا عايز اقولك على حاجة انا بتعامل مع مجلس ادارة مجلس ادارة محترم وفي نفس الوقت بتعامل مع المانس فرج عامر يعني انت بتقول على حاجة انا ما جليش اخبار انا بتعامل من خلال مجلس ادارة لو في عندهم وجهة نظر والحاجة بس يعني مش عايز اقولك ان كل شيء وارد انت عارف ان كورت القدم لها كل الاحتمالات وليها كل الطرق زي ما بنقولي وجود الخارج المستطيل النهاردة اثر على لعبتك مش عايز اقولي احنا بنشتغل طول الاسبوع وبنحفز اللعيبة وبنتكلم مع اللعيبة بشكل مستمر على طول من خلال التدريبات فمش عايز اقولي ان انا وجودي اثر طبعا بشكل او باخر لكن مش ده السبب السبب ان في عدم تركيز في اخطاء بتانتج عنها اهداف اخطاء غير واردة في كورت القدم وغير معتدة في كورت القدم اما مسألة بقى تانية يرجعلك الموضوع مدرب او مش مدرب انا راجل محترف بتعامل مع فريق انا شايف ان ده تالت اسبوع من وجهة نظري ان فرقة كتيرة جدا لسه ما تحطتش مش قبل 4-5-6 أسابيع 7 أسابيع عشان تقدر تشوف فرقة دي راحة فين وفرقة دي جاي منين هتقول ايه اللعيبتك او قلتلهم ايه بعد المباراة لا انا ما تكلمش طبعا لسه انا ما بتكلمش بعد المباراة لان انا المباراة بعد ما بتنتهي انا ما بحبش اتكلم عن اللعيبة خالص ولا انا حتى تتكلم ولا اخد اي كرات بكرا ان شاء الله بقى في اجتماع هنوعد ونتكلم وهنشوف اللي هنعمله الصالح العامي كل صراحة حد من اللعيبة الاساسيين ممكن يريح شوية الايام الجاية لا ما تشعر زاس بقى الاحداث انا عندي ما تشوف من خميس لسه اساسيين احتياطيين خلي بالك ما فيش لسه لعيب اساسي اللعيب احتياطي انت لسه في تالت اسبوع فرقة واخدها فيها 12 لعيب جديد جايبهم فلسه انت بت يعني ما بتقدرش تقول ان مثلا فيه لعيب اساسي وفيه احتياطي فهم قصدي انت بتتكلم على قوام للفريق هيكل للفريق لكن اي تأثير من اي حد اكيد طبعا هيبقى مكانه برا الحياة كابتب محمد يوسف هيوحشنا يعني لكن ربنا يوفى ان شاء الله بإذن الله